اظهر استطلاع رأي اسرائيلي ان غالبية الجمهور الاسرائيلي تعارض قانون الحصان الذي يعتزم رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بن يمين نتنياهو سنهو بهدف منع محاكمته بملفات الفساد ووفق الاستطلاع فان 56% يعارضون منح حصانة لنتنياهو واعضاء كنيسة اخرين فيما يعارض 51% استمرار ولاية نتنياهو في رئاسة الوزراء حال تقديم لائحة اتهام ضده هذا واظهر استطلاع الرأي ان 80% من ناخبي حزب الليكود يدعمون استمرار نتنياهو في ولايته حتى نهايتها في حال تقديم لائحة اتهام ضده